أخي الأخضر ولكبتن طاري والكبتن نواف ولكل المتابعي قناة الجزيرة ولكل المحبي الدوري الإسباني اليوم مباراة اليوم بكل صراحة مباراة صعبة من طراز صعب للغاية أولا لأنها كلاسيكو ثانيا لأنها مباراة تحدد من يتربع ومن يكون له السبق على مستوى الدوري الإسباني أيضا لأن المباراة حفلت بكثير من المخالفات بلغت 44 مخالفة 8 حالات انزار حصلت طبعا معظم هذه المخالفات في وسط الميدان ضيق المساحات سرعة الإنقضاء كل هذا كان يصحب مهمة الحكام أنا أعتقد بأن منويل مخيتو كونزاليس وهذا آخر كلاسيكو له أدار مباراة بكفاءة عالية من حيث تقدير المخالفات من حيث القدرة على إدارة والسيطرة من حيث القرب من مواقع المخالفات لحظة اتخاذ القرار أنا أعتقد بأنه أدى مباراة على أعلى درجة من النجاح طبعا لا شك أن هناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكن أن تحدث عنها طبعا هو احتسب 44 مخالفة أنا أعتقد أن هناك ستة مخالفات على الأقل كان يمكن أن يضيفها لكن كان هناك صعوبة لضيق المساحات وكثافة العددية اللاعبية نبدأ بالحال الأولى وكانت في الدقيقة الثامنة كان هناك تمريرة من إيغوين باتجاه كريسانو رونالدو الذي كان موجودا في موقف تسلول في لحظة التمرير إذن هناك لمست يد من بيكي لاعب مدافع فريق برشلونة بطبيعة الحال لو أن لم يكن كريسانو رونالدو في موقف تسلول لكان يتوجب على الحكم إعطاء ركلة حرة مباشرة إضافة الإنذار وهذا ما فعله لكنه عندما تبين متأخرا بأن الحكم المساعد قد كان قد رفع رايته في اللحظة التمرير وهي اللحظة الأهم وهي اللحظة الأولى التي يتم فيها حساب موضوع التسلول فعاد إلى القرار الأول وألغى حارة الإنذار وكان قراره صحيحا وتعاونه جيدا مع الحكم المساعد الحالة الثانية كانت طبعا الحالة يمكن قد تكون الأبرز وهي كرة ميسيا يسقط داخل المنتقزة بحراسة لسانو ديارة الحكم هنا اقتصر المسافة ذهب باتجاه أقصر الطرق وأكثر الطرق قدرة على نلحظ في هذه اللحظة بأن ديارة يحاول طبعا نلحظ قدم اليمنى قدم يسر تذهب باتجاه الكرة القدم يمنى لم تذهب هنا ذهب باتجاه القدم الأخرى لكن لم يصل إليها طبعا هنا قد يتبين لنا بأنه وصل إليها من زاوية أخرى يتبين لم يصل ومن ثم نلحظ انزلاق ميسي داخل المنتقزة كثير من حكام 90% من حكام أو أكثر يطلقون سافرتهم بركزة الحالة كانت غاية في الدقة سنلحظ من زاوية أخرى من خلف المرمى وهنا نتوقف قليلا الحكم لم يمنح المخالفة أنا أعتقد الحكم صحيح نلحظ الحكم كيف ابتعد عن طرق القطرية ذهب باتجاه أقصر الطرق بحث عن زاوية رؤية صحيحة لأنه يمتلك خبرة نلحظ بأن هنا ميسي هنا طبعا نحن ذكرنا ونفينا عملية لمس القدم أو عاقة القدم اليسرى لميسي إذن نستمر سنلحظ هنا في الزاوية بأن ميسي في هذه اللحظة قام بعملية انزلاق في محاولة لمتابعة الكرة القدم وصلت إليه متأخرة كان قد سقط الحكم كان شجاعا وجريئا ودقيقا بعدم احتساب المخالفة وأنا أعتقد كان هذا إحدى القرارات المفصلية في المباراة والتي منحته كثير من الثقة لمتابعة المباراة بدقة عالية الحالة الثالثة كانت الهدف الهدف أيضا الذي أحرزه ميسي كان هناك راموس الذي يرفع يده وهو الذي كان لنحظ الحكم أيضا قريب ويحصل اللعب بينه وبين الحكم مساعد بشكل دقيق لم يكن في موقف سلو الميسي عندما لعب الكرة إليه بدقة ميسي أيضا أخذ الكرة بصدره تماما دون أن يلمس كرة بيده سوف نشاهد ذلك من زوايا مختلفة الحكم أيضا كان يمتلك زاوية رؤية ممتازة وقراءة فنية جيدة مكنته من أن يكون لنلحظ الكرة استقبلت بالصدر كاملا لم يكن لليد طبعا بطبيعة الحال كتلا اليدين حاولتا أن تعطي دائرة للصدر حتى يستطيع أن يسيدر على الكرة وأن يتقدم بها وأن يتجاوز خصمه وبالتالي يسدد فكان قرار الحكم سليما باستمرارية اللعب لعدم وجود تسلل أولا وثانيا لأن الكرة أخذت بصدر بالكامل فلم يكن حايتسلل الحالة الرابعة لمست يد طبعا هنا غير مقصودة كريستاندو رونالدو يسدد الكرة مباشرة باتجاه حائصة دفاعية المتواجد داخل منطقة جزاء تصدم ببوسكيتس الذي كانت يده تماما تصدم بمنفقه أو زراعه اليد كانت تماما على الجسم لم تذهب الكرة أو عفوا اليد باتجاه لعب الكرة لم تفتح اليد المسافة لتلعب الكرة عمدا وبالتالي عملية اللمس كانت عملية غير مقصودة الحكم كان قريبا أيضا وكان قادرا على تقديرها بشكل جيد بما يمتلكوا من كفاءة ومتلكوا من رؤية جيدة الحالة الأخيرة وكانت في الدقيقة السادسة والثمانين كرة مرفوعة باتجاه ثنائي لجوم كريم بن زيمة ورأول طبعا بويول كان قريبا من كريم بن زيمة لكنه لم يقم بعملية الدفع كريم بن زيمة حضن على الكرة بيديه بلمس مقصود ومن ثم ذهبت الكرة باتجاه رأول الذي سدد فأعرز هدفا طبعا كريم بن زيمة هنا دعا أو حاول اعتراض على قرار الحكام بأنه قد تعرض لحالة طبعا كان هناك تلاموس لكنه لم يصل إلى حالة الدفع لكريم بن زيمة لكن كريم بن زيمة افتقد للتركيز في لعب الكرة بشكل دقيق وبالتالي كانت عملية اللمس وكان قرار الحكام صحيحا الحكم وطاقم التحكيم اجمالا ادى مباراة عالية المستوى وقدم ونجح بإيصالها إلى شاطئ الأمان بدقة وبعدالة هذا ما لدينا نشكركم ونعود إلى زملائنا في مدريد ترجمة نانسي قنقر